ايه هو المقصود بلم الشمل هو المقصود بلم الشمل هو ان الاسر تتحد مع بعضها يعني بيكون طفل جاي قاصر ومن حقه ان هو يجيب اهله او اسرته او زوج او زوجة عنده بيكون اسره اولاد وحابب ان هو يجيب الطرف او شريكه مع الاولاد ويجو على النمسا تمام فيه ثلاث فئات او ثلاث انواع للم الشمل الفئة الاولى او النوع الاول هو اللي حاصل على لجوء دائم اقامة في الحالة دي من حق ان هو يعمل للم شمل وفيه عندنا تاني اللي هو حاليا دول الاقترية اللي عندهم حماية سنوية يكون معا اقامة حماية سنوية كمان ليه للم شمل وفيه الفئة الثالثة هي ان شخص يكون مثلا حصل على الجنسية النمساوية او معا اي نوع من الاقامات الاخرى زي الاقامة الاوروبية رود فيس رود كارتا وهكذا ايه هنشوف دلوقتي ايه انواع للم شمل اللي يقدر يعملها تمام هنتكلم عن فئة فئة عشان الناس تفهم او تقدر تستوعب الفكرة معانا اول شخص الشخص اللي حاصل على اللجوء عندنا نوعين النوع الاول اذا كان كاسر طفل دخل عمره 12 13 14 تحت سنة 18 سنة وهو ما زال تحت سنة 18 سنة حصل على اللجوء نعم في الحالة دي عنده مهلت 3 شهور انه هو يعمل لم شمل لأسرته عن طريق البيئة فئة في منتهى السهولة والاجراءات تمشي ثلاثة يعني طفل عشان ناخدهم واحدة واحدة وبالترتيب بالزبط اول حاجة طفل قاصر بيكون القاصر ده اللي هو تحت سنة 18 سنة بالزبط اخد لجوء تمام وده اللجوء بتاعه ده حماية كاملة ولا سنة لا 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 اللجوء هو اللجوء الدائم الحماية السنة دي حاجة تانية طيب اخد لجوء ولكن مازال عمره تحت التمنتاشر وهو حاصل على اللجوء نعم تمام معداش سنة 18 في الحالة دي بتكون الاجراءات سالسة وسريعة مش هنقول سريعة قوي بس بتكون سالسة خلاص معروف هيقدم على عن طريق لم الشمل طيب لو هو دخل قاصر تحت سنة 18 وفي بعد كده حصل على اللجوء بعد ما عد سنة 18 في الحالة دي كمان من حقه انه هو يقدم على لم شمل للأب والأم والإخوة طبعا ولكن مش عن طريق البيئة فأ عن طريق الماجسترات 35 ولكن بدون اي شروط يعني مش مطلوب منه شغلة او بيت او هكذا بدون اي شروط من حقه انه يعمل لم شمل لأهله بس المشكلة هنا بتسيجي في بطء الإجراءات وفي الطول لان عن طريق الماجسترات فالماجسترات عادة ما بتبقاش عارفة تعمل ايه كتير في الموضوع دوت فبتاخد منه وقت فعشان كده يفضل ان هو يكون يسأل حد مختص لانه ممكن بعد ما ست شهور ما يقدم على لم الشمل لو الاجراءات ما كانتش سريعة يقدر يعمل اجراء عن طريق محامي او مكتب مختص يساعده يسرع له الاجراءات ده بالنسبة للقاصر الشخص الراشد سواء زوج او زوجة اي فرد ايا كان حصل على اللجوء الدائم عنده مهل التلات شهور بيقدر ان هو يعمل لم شمل لشريك حياته مع الاولاد مفيش مشكلة نعم ودل اتنين انه عين دل تحت قانون واحد اللي هو قانون لم الشمل طبعا اكيد طيب